هاجمتم نتنياهو وغير نتنياهو الحقيقة من قيادات الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا. لكن كيف تنظرون لهذا التغيير الذي حدث اليوم في إسرائيل بازدهاب نتنياهو ومجيء حكومة بنت لبيد؟ مرحبا بكم نحن لدينا منظور ديني وليس منظور سياسي وبالتالي من منظور ديني نحن اليهود في الخارج نرى بأنه لا حق لنا في حكم أي أرض أو حتى سنتيمتر واحد من الأرض. نحن إذن في المنفى ولا تفرق سواء كنا يمينا أو يسارا لا فرق بينهما. نحن لا حق لنا في أن نحكم الأرض نحن في منفى ولكن عندنا عقيدة. هذه الأرض المقدسة هي تعود للشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر. حقا كل هذا القتل هو عار وكل ما يتم بإسم الشعب اليهودي وباسم الله وباسم التوراة. وبالتالي نحن اليهود والحكمات اليهود يجب عليهم أن يقوموا بالتعبير عن الموقف وأنه وفقا لمبادئ التوراة يجب أن تعود الأرض للفلسطينيين. والأمر لا يختلف فلا حق للصهيونية أن تسيطر على الأرض. وبغض النظر عن من الذي سوف يكون في رأس الحكومة نيتنياهو أو بنت أو غانس أو غيرهم. اليهود في المنفى علينا أن نبقى في المنفى فالله قد أرسلنا إلى المنفى ولا حق لنا في أن نسيطر على الأرض. وبشكل خاص عندما يتم السيطرات على الأرض عبر قطر الشعب الفلسطيني وبصادرة أراضيهم. وفي حيث أن ترس التوراة على أن لا تقتل ولا تسرق هذه الوصايا العشرة. وبالتالي علينا أن نقوم بالتعبير عن موقف التوراة. وأنه وفقا للتوراة لحيحق لنا السيطرة على الأرض. والأرض المقدسة يجب أن تعود للفلسطينيين. نعم. إذن أنا فهمت من كلامك أنكم تعتبرون كل هذه الحكومات. أيا كانت نيتنياهو وبينت لبيد وقبل ذلك حتى كلها حكومات احتلال لأراضي فلسطينية. هل هذا صحيح؟ نعم. الأرض يجب أن تعود للفلسطينيين. الأرض كاملة ولا فرق من ستكون الحكومة التي تحكم في إسرائيل. نعم. أنت في بداية الحديث قلت أننا نتحدث. أضيف أيضا بأن الأنظمة الصهيونية. أنت قلت أنكم من مفهوم ديني ومن منطلقات دينية تعتبرون أن هذه الحكومات هي حكومات احتلال لأراضي عربية فلسطينية. هم أيضا سواء بنت أو غير بنت والكثير من الأحزاب الدينية اليهودية ينطلقون من معتقدات دينية. يقولون أن هذه الأرض أراضي يهودية فقط. لليهود فقط. ويجب أن نقيم الهيكل. وحتى ترى أن هناك مسيرة للأعلام في الأماكن المقدسة من وجهة نظرهم يوم الثلاثاء المقبل من قبل الأحزاب المتطرفة اليهودية. يعني كيف تقيم ما يقولون عنه أنه أيضا كلام التوراة وكلام الله الذي أمرهم باحتلال هذه الأراضي والتواجد فيها وإقامة الهيكل. لا يمكن لأحد أن ينكر بأن اليهودية والتوراة تعود إلى ألاف الأعوام والصهيونية. هي فقط حركة ولدت فقط بالمئة وثلاثين عاما التي مضت. ولا يمكن لأحد أن ينكر بأن هذه الصهيونية التي ولدت منذ مئة وثلاثين كل الحقامات كانوا ينكرون ويرفضون الحركة الصهيونية. إن الصهيونية لا يمكن لأحد أن ينكروا أن مؤسس الصهيونية والحركة الصهيونية على سبيل المثال. الثيوتور هيتسل هو ملحد ولم يقوم حتى بالتوراة. وإن الحركة الصهيونية الأصلية قامت ببنية ليس من قبل المتدينين. وقد شكلت من أجل تحقيق المكاسب. هم لا يؤمنون بالله ولا بالتوراة. هم فقط قاموا بتحريف بعض آيات التوراة لتبرير أفعالهم. دعونا نأخذ على سبيل المثال أن الصهيونية لطالما ينادون بأن الفلسطين هي الأرض الموعودة. صحيح أن الله وعد اليهود بأرض موعودة ولكن عندما ننظر في التوراة سوف نرى بأن الله وعد بالأرض وبقى اشتراطات محددة إذا حافظوا على مستوى أو أخلاق عالية. ولم تذكر التوراة وقد ذكر في التوراة بأن الله سيفين من الأرض وعطيك مثالا من الأمثلة. هي في الكيراشما عندما يقال بأنه في الصلاة الله قال لليهود بأنهم إذا حفظتم على الوصاية العشرة في التوراة فعندها ستكونون على الأرض وإلا سوف تبقون منفيين من الأرض.